اليوم عندي الأوبو فايند N2 بس أيضا عندي الأوبو فايند N2 فليب السلام عليكم يا طيبين أنا خليفة الهارون معروفكم مستور كيو وهم عرقمي تي فيو وكنت بسوي لكم فيديو بس عن ال N2 وبس عن الفليب بس قررت اليوم براويكم التلفونين بنسوي انبوكسنج للجهازين وبسوي لكم فيديو ثاني بس مراجعة الفايند N2 وبعدين ال N2 فليب نزين فلو تذكرون أنا قلت لكم أن أنا حبيت الفايند N الأول ليش لأن أنا حبيت الحجم وايد وأعتقد أنها من أفضل التلفونات في عام 2022 بس كان عندنا بعض المشاكل فهلو هما حلوه المشاكل مع ال N2 خنشوف أوبو أول ونبغيت أقول لكم حبيت تصميم العلبة وايد يعني أقدر أحس بالفخامة وأتشوف أقدر أحس أن أنت وتتطورت وايد من ناحية الدزاين نشوف أيضا أن مكتوب أوبو و هاسل بلاد بعض الناس بيقول لعضة شنو هاي بعد هاسل بلاد نزين تعرفون لايكة؟ أوكي تعرفون زايس؟ أوكي شركة هاسل بلاد من أفضل الشركات عالميا و هما ينتجون و يصنعون مو بس الكاميرات بس أيضا سنسورات و لنزات فيسوون كل شيء فأوبو تعاونوا معاهم حق الجهاز نفتح العلبة وتشوفون شلون هاي يرتفع وايد حلو كأن التلفون يقول خليفة شيلني خذلي أوكي بنحط هالتلفون على الجنب علشان نشوف أيضا ما يعطوننا داخل العلبة أوكي نحط هاي أيضا على الجنب عندنا الشاحن و خلنشوف كم من واط الشاحن فهاي سوبر فو كنت تعرفون هاي تكنولوجيات أوبو و عندنا 67 واط أوكي نحط هاي أيضا على الجنب عندنا أوه شو شون غطة صانسي نسمي يقولون فعندنا الواير يو اس بي إلى يو اس بي سي أيضا ما يعطوننا في العلبة يعطوننا الدليل السريع متأكد صح أوه أيضا يعطوننا حماية أو كيس ترى بعض الناس بعض الشركات مقصرين معانا بس اقول يعني هذولا عطونا كيس والكيس كأنه مصنوع والحساس كأنه جلد بس هاي بلاستيك الحساس وايد حلو هاي حق الأمام والخلف أيضا شو عندنا عندنا الإبرة علشان نقدر نشيل الشريحة عندنا الدليل السريع عندنا هاكم اللي يبي هاي هاي أبليكيشن ما يعطينا تقريبا ستمية أرم بي صيني عشان تشترون تطبيقات كرت وأيضا ما يعطوننا مني اوه فانسي ها عشان نقدر نمسع وننظف تلفوننا نقول اوه لكجري ها نحس بالفخامة انزين فنشيل التلفون من اللزقة وسعر الهاتف في الصين 1150 دولار بس اقول لكم صراحة اتمنى ان شاء الله ينزلون هالتلفون في جميع انحاء العالم لان حاليا فقط متوفر في الصين انزين فخنشيك التلفون بالقرب انتو تلاحظون انه التلفون مفتوح حاليا بس هالهاتف قابل للطي فنقدر انسكر التلفون اللي خلاني احب هالجهاز وايد ان الحجم مشابه مع الايفون ميني فتخيلوا اذا الايفون ميني كان قابل للطي بيكون هالهاتف والتلفون وايد وايد خفيف طبعا ما بغيت اتسوي لكم مراجعة الحين لان اتسوي لكم مراجعة بعدين بقارا هالتلفون الجديد مع السابق بس هاي اخف من هاي بكثير بتحسون في الفرق انزين فمن خلف التلفون تشوفون انه عندنا ثلاث كاميرات خمسين ميجا بيكسل وفتحة العدسة واحد فاصلة ثمانية عندنا PDAF يعني الاوتوفوكس وايضا واي اي اس تكنولوجيا تثبيت الصور البصري الكاميرا الثانية ثنين وثلاثين ميجا بيكسل وفتحة العدسة ثين فاصلة صفر وعندنا 2x زوم يعني زوم بصري مرتين وايضا مع الاوتوفوكس والكاميرا الثالثة ثماني واربعين ميجا بيكسل فتحة العدسة ثنينة فاصلة ثنينة وهي العدسة الواسعة جدا نقدر انصور فور كي ثلاثين او ستين فريم في الثانية او فول ايش دي ما يوصل مائتين واربعين فريم في الثانية ونقدر انصور ايش دي ار وبتلاحظون مني عندنا دول تون فلاش يعني فلاش شين عندك الدافئ والبارد وايضا يقولون انهم معدلين في الالوان او يسمونه الكلر كليبريشن او الكلر سايينس مع شركة هاسل بلاد تقدرون تشوفون شعارهم مني مع التلفون السابق كان مصنوع من الزجاج العادي بس الان وطبعا لحد الان مصنوع من الزجاج بس عندنا الحساس الناعم المات بتشوفون مني انه ايضا عندنا انعكس لما احنا نعكس الضوء تشوفون كأنه عندنا اللي يسمونه السباركل فلماع اكثر من باقي الهاتف وايضا شي يعجبني فيه هواتف اوبو انه عندنا هالانحناء الى الكاميرا طبعا الكاميرا مرتفعة اكثر يعني حتى اللنز مرتفعة اكثر بس هالانحناء يعطي شوية ستايل تفهموني صح من اسفل التلفون بتشوفون انه عندنا سماعتين عندنا ستيريو سبيكرز اذا احنا بنشاهد فيديو تذي الصوت بس بيطلع من اليمين بس اذا احنا بنفتح التلفون نقدر ان نسمع موسيقى من اليمين واليسار ولكن هو من اليمين واليسار بس من الاسفل ايضا بتلاحظون انه عندنا ممفذ يو اس بي سي نقدر ان نركب شريحتين نانو سيم وعندنا المايكروفون الرئيسي ايضا الفرق بين الهاتف والهاتف السابق انه هاي مسطح وتشوفون انه هاي مات ومب لماع وكروم مثل التلفون السابق من ناحية الهنج او هالجزء الصراحة اقدرون ان يبدعون لانه نحيف جدا مبطال على برع ولانهم اقدرون ان يغيرون في التصميم تلاحظون انه يسكر تماما ما عندنا فتحة نهائيا مدام احنا قاعدين نشيك اعلى التلفون تشوفون ان عندنا مايكروفون ثاني والان نقدر نشاهد الشاشة الخارجية تشوفون ان الشاشة توصل من زاوية الى زاوية ومتساوية وهي وايد حلو عندنا 120 هرتز امولد غوريلا غلاس فيكتس هذا القوي حجم الشاشة 5.54 انش الريزولوشن 1080x220 ويوصل 1000 نت عادي بس 1350 نت بيك يعني لما انتو تطلعون برع في الشمس مستحيل انه ما تقرون ان تشوفون اللي على الشاشة بتلاحظون مني عندنا الهول بانش او فتحة الكاميرا الخارجية 32 ميجا بيكسل وفتحة العدسة 2.4 الحلو ايضا ان الكاميرا اللي من الخارج نفس الكاميرا اللي من داخل التلفون نعم هاي ايضا 32 ميجا بيكسل مع 2.4 لفتحة العدسة ونستطيع ان نصور HDR ونستطيع ان نصور فيديو ما يوصل full HD 30 فريم في الثانية انزين فلما نفتح التلفون نستطيع انشاهد الشاشة الكبيرة عندنا الانيميشن الجميل بس شو المواصفات حجم الشاشة 7.1 انش LTPO AMOLED لدينا 120 هرت حق سرعة تحديث الشاشة HDR10 بلس يوصل 1200 نت هاي عادي بس يوصل 1550 نت خارج المنزل واو معلومات اضافية عن الهاتف عندنا المعالج سناب دراجون ثمانية بلس جن 1 الجي للاول حجم البطارية 4520 عندنا 16 جيجا بايت من الرام في هالتلفون وايضا عندنا معالج اخر يسمونه الماري سيليكون اكس مفروض ان يحسن في الصور فهاي الفايند انتو نظرة اولى وبتكلم اكثر عنه الهاتف بعدين وكل الاشياء العجيبة في الفيديو القادم نزين في الهاتف الثاني الاوبو فايند انتو فليب ايضا شوفون نفس تصميم العلبة بس باللون الابيض ومرة ثانية اقول لكم ترى هاي وايد حلو شوفوا حتى هايك انه ذهبي اوكي نفتح العلبة خنشيك الهاتف شوي اقرب ومرة ثانية شوفون شلون هاي يرتفع كأن التلفون يقول شيلني شيلني من العلبة فهذه الهاتف ايضا خنشوف شي اعطونا داخل العلبة عندنا الشاحن والشاحن كم واط 67 واط هاي الشحن السريع سوبر فوك ايضا عندنا الكابل او الواير يو اس بي الى يو اس بي سي خنشوف الشي يعطونا ايضا في العلبة ها حماية كيس ايه يعطونا حماية ومصنوع من البلاستيك الصلب وايضا عندنا الدليل السريع وعندنا الابرة اوكي خنشيك التلفون شوي اقرب فتقدرون تشترون التلفون بعدة الوان اللون الذهبي او الاسود او البنفسجي اخترت البنفسجي قلت انه اللون حلو وطبعا شفنا انه الهاتف الاخر من السامسون كان ايضا باللون البنفسجي فنقدر نقارن الاثنين بعدين فتفضلوا هاي الهاتف والصراحة تقدرون تشوفون ان هاي مسطح تماما يعني صج فلاك ما فيه قاب نهائيا وهالهاتف قابل للطي ولمما احنا نسكر التلفون مرة ثانية ما عندنا اي فتحة نهائيا فسووا شغل عدل انزين فعاليمين تشوفون مصنوع من الحديد هاي الكروم عندنا زر البصمة وايضا زر الطاقة عندنا ازرار عشان رفع وانقصر في الصوت شوفون هاي مسطح مثل التلفونات الجديدة ولكن الخلف منحني وهي يعطي احساس حلو في اليد على اليسار ما عندنا اي شي نهائيا من الاسفل نقدر نركب شريحتين نانو سم عندنا المايكروفون الرئيسي عندنا يو اس بي سي وعندنا السماعة الرئيسية وللعلمكم عندنا ستيريو سبيكرز السماعتين هاي حلو لانا نبي توازن في الصوت من الاعلى عندنا مايكروفون ثاني وعندنا الفتحة مني مو متأكد هل هاي مايكروفون ثالث منكتشف مع بعض لما انا سوي المراجعة الشاملة من خلف التلفون مصنوع من الزجاج هاي وايد حلو ايضا عندنا كاميرتين خمسين ميجا بيكسل فتحة العدسة واحد فاصلة ثمانية وايضا عندنا البي دي اي اف والاوتو فوكس الكاميرا الثانية ثمانية ميجا بيكسل فتحة العدسة ثنين فاصلة ثنين وهي ألترا وايد العدسة الواسعة جدا بتلاحظون انه عندنا الدول فلاش مني نقدر نصور ايش دي ار ونقدر نصور مايوصل فور كي ستين فريم في الثانية تشوفون ايضا انه كان نحن عندنا سنسور مني علشان الفوكس مني نحن عندنا الشاشة الكبيرة وهي اللي يميز هالتلفون مقارنة مع باقي التلفونات طبعا من الاسفل تشوفون علامة أوبو و هسل بلاد وحلو انه ما عندنا اي علامات اخرى على الهاتف نزين نقلوا بالتلفون ونشغل الشاشة والشاشة جميلة جدا بس اهم شي لانه الهاتف قابل للطي هل احنا نقدر نشوف الكريت اللي في الوسط الصراحة اعتقد انه بتوافقون معاي لما انا اقول ما يبين ها الا لو انا اركز لاحظة بحاول يعني على خفيف ترى اهما سووا شغل عدل نعم واي تلفونات نزلت قبل هالهاتف بس هم تعلموا من اخطائهم على ما اعتقد فبتلاحظون ان عندنا فتحة من نيها الكاميرا الامامية ثنين وثلاثين ميجابيكسل فتحة العدسة ثنينة فاصلة اربعة عندنا الاوتوفوكس نقدر نصور بانوراما بس للفيديو نقدر نصور تن اي تي بي ثلاثين فريم في الثانية انزين في الشاشة عندنا امية وعشرين هرت لسرعة تحديث الشاشة تكنولوجية الاموليد ايش دي ار تن بلس يوصل الف ومائتين نت هي قوة الإضاءة بس خارج المنزل يعني تحت الشمس لذا ترون المحتوى على تليفونكم مع الإضاءة المباشرة على الشاشة التي تحتاجون لانها يوصل الف وستمائة نت حجم الشاشة ستة فاصلة ثمانية انش البيكسل في الانش أربعمية وثلاثة حلو بس دعنا نتكلم عن الشاشة الخارجية نقلب نقلبنا فمثل ما تلاحظون عندنا هالأناميشن الحلو والشاشة كبيرة ونستطيع نرى محتوى كبيرة ترى سوى الشغل عدل مع هالشاشة حجم هالشاشة ثلاثة فاصلة ثنينة ستة انش البيكسل في الانش مائتين وخمسين يوصل ثمانمية نت او تسعمية نت يعني لما تطلع مبرع ونستطيع نتحكم في عدة اشياء من الكاميرا اذا نريد نصور بورتري وحتى فيديو تستطيعون تشوفون تايمر اذا تابعون تفعلون تايمر اقدر اختهار التايمر ونستطيع نغير في الوجدس عن طريق السوفت وير مثل ما قلت لكم مثل ما انتم شايفين حتى هاي الجزء هالهنج نحيف جدا فما عرف شلون يجعلون هاي يكون وايد نحيف وايضا بدون ما يبين هالشافسة بس يقدرون لما مسكر مريح في اليد واعتقد انه يمكن هاي يزلق لان الاحساس يعني وايد سموذ ولكن عندنا الكيس في العلبة ومثل ما انتم شايفين قدرت افتح الكنترول بانل عن طريق سوايب وقدر افعل عدة اشياء منهم مثلا الليت فخنشوف شلو نقدر انفعل الكاميرا مع لمسة واحدة السلام عليكم وايضا تقدرون تشوفون ان اقدر احول مع سوايب الى الفيديو مود او حتى البورتري اههه نايس ومع سوايب قدرت ارجع الى الصفحة السابقة انزين نتكلم عن باقي المواصفات في هالتلفون بالذات عندنا الدمانسيتي 9000 بلس البطارية 4300 ميلي امبير تشوفون عندي ثمانية جيجا بايت بس تقدرون تشترون هالتلفون في الصين مع 16 جيجا بايت من الرام اذا تابون ويوصل 512 جيجا بايت من الذاكرة وعندنا اندرويد 13 مع كيلور او اس ومثل التلفون اللي عاليمين الانتو عندنا بلوتوث 5.3 اي تو دي بي عندنا واي فاي اي بي جي ان اي سي و سكس يعني السريع عندنا جي بي اس جلوناس جي وان بي دي اس حتى ان اف سي في هالتلفون فعندنا الكثير من المواصفات في هالجهاز الصغير فاذا عندكم اي سؤال ابيكم تسألوني في اسفل الفيديو علشان انا اقدر اجاوب على كل اسئلتكم في التقرير و المراجعة الشاملة انزيني الغاليين في اليوم قدرنا انشايك الانتو والانتو فليب فا ابيكم دولوني رايكم شو رايكم في هالتلفونين رايي يعني طبعا مع هالنظرة الاولى ان اوبو سووا الشغل عدل مو بس في تطوير الانتو من ناحية المواصفات بس ايضا نزول هالهاتف اللي بينزل في جميع انحاء العالم يعني جلوبل بس نبيهم ينزلون هاي ايضا بليز اوبو يا الرابع اذا انتو حبيتو الفيديو عطونا لايك اذا ما حبيتو الفيديو بس قدرتو الجهد عطونا لايك و اذا تبونوا تشوفون اخر الفيديوهات في اسرع وقت لا تنسون تسووون سبسكرايب و دائما اقول لكم في كل فيديو شكرا 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 للغاليين انتو من اطلب الناس تساعدونا علشان استمر و علشان نسويها الانواع من الفيديوهات لحظة 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 فليب 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 على الشريع كت اشتركوا في القناة